ازايكو عاملين ايه معكم سرسايد فيديو النهاردة بتتكلم معان المنظمات دي في اسئلة تسألت عليها لازم اجاوب عليها علشان كنت بقول زيها بالزبط قبل ما اشتريها اول سؤال عندي اللي هو انا ليه هشتريها اصلا واخد مكان كبير في الضرفة تاني سؤال ما انا كده كده هرمي الفلوسة على الارض ما لها اللي كياس ما هيقصرت معانا في ايه تالت سؤال ان انا لما ليه اصلا اشتري كياس مكورونا وافضيها في العلبة ممكن من تاريخ الامتاج انساء واكل الماكورونا وهي اصلا بيضة رابع سؤال هي اصلا مفيدة او مضرة او لازمتها ايه في الحياة فانا النهاردة جاية اجاوب علي الاسئلة دي كل عشان الاسئلة دي على فكرة كانت في دماغي كنت اعود اقول ايه الغباء ده يعني انا عندي كس مكورونا هفضيه ليه يعني وكمان ما كنتش عارفة المعيور بتاع الماكورونا يعني نص كيلو عرف ان هو نص كيلو اول حاجة انا بستخدم العلب دي في حالة اني بجيب اصلا كياس زي ده كده بالضبط ماشي فالكياس دي يعني الكيس اهو بالكيلو الكيس عادي وخالص مش كيس اللي هو المغلط بتاع الشركات الكيس ده لما باشتريه مثلا ويجي يخش على السيف بلاقي الكيس اتخرم لمن اللي خرمه بقى السوس فالحاجة بتسوس في الكياس دي كتاول مشكلة توجهني ان انا اشتري العلب دي علشان السوس مش هيقدر على العلبة ثانيا العلبة بتبقى مضغوطة فما فيهاش تهوية ان هي اه تعمل رطوبة او الدنيا تسوس دي اول سؤال جاوبت عليه وليه اشتريت العلب دي تاني حاجة بشتري العلب علشان مثلا محطي فيه التوابل دي لما بتتحطي في الكيس زي ما قلت لكم اول حاجة بيتسوس تاني حاجة ساعات بتتبعتر مني وبتقع اه على في الضرفة فلما باجي يلاقيها بلاقي ربعها ونصها بيبقى واقع علشان طبعا موقع دي حرك مثلا لو بدور على حاجة طبعا لو متدورش العنظام احنا هنكون بنتبخ بنحس ان فيها رجالة كده بنقعد ايه نجيبي الحاجات بسرعة فالحاجات كلها بتتقرب على بعضها تاني فبتتدلق فعلشان كده كمان جبت العلب الله اكبر عليك برضو مهمة جدا خلينا اشتري العلب دي ان انا مهمة بجيب كيس شعرية بحط منه شوية صغيرين اتبقى الباقي في الكيس عاد بعملهم ماشبك بس بعد كده بحس برضو ان اللي هيخشره تهوية فكده الكيس كده كده اتفتح خلاص يعني انا مش فتحها مخصوص عشان احطه في العلبة فالباقي بحطه في العلبة يعني بصوا اكيد ده مش كيس ده باقي الكيس اللي انا فتحته وساعت مسلا باقوا الماكارونا وبيتبقى فيها شوية صغيرين كده فبضطري اللي انا احطها في الكيس ببصي ده علبة الماكارونا ايه فاضية ده معاناة ايه معاناة ان انا لسه ما فتحتش كيس وتبقى منه شوية تمام وهو دي اهو الدقيق بقى ده يعني العلبة لازم لازم الدقيق تحط في العلبة لان انا ما بدا استخدم الدقيق من الكيس ذات نفسه الكيس بيقعد يهوف وشي بلاقي وشي كله مليان دقيق وببعطر حوالي بعطر 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 فالعلبة دي بتبقى محترمة نفسها كده الدقيق بيقعد ينزل من هنا حتى بص يعني سبحانه الله حتى العلبة مية يعني ده ده دبار حتى العلبة بس يعني ارحم من الكيس تمام وساعد بتحطيه في التلاجة يعني احطي في التلاجة فامش عايزة افتري في التلاجة يعني احطي على فيها حاجات كتيرة تقيلة فحط شوية دقيق هنا بستخدمهم مثلا لو هفرت مثلا بيزا فهروش شوية عن رخامة طيب انا لما اشتريتهم كنت بافكر في الحاجات دي تعالي انا اقول لهم كده لما انا اشتريتهم فكرت في الحاجات دي كلها ان السوس ميخشش للكياس ومسلا لو اتبقى شوية من الكيس احطوهم عشان بيتبقى عطروش ومسلا الدقيقة حطيته هنا عشان بينكزني والكلام ده فهل بقى ده كان الحل الامثل؟ او كان الحل الامثل وبصراحة انا مشكلتي راحت في الحاجات دي يعني الحمدلله الحمدلله لحد الوقتي مشوفتش اكل مسوس يعني شايفين مشوفتش حاجة ده لو بيبعين صود اللوبيا دي انا كنت بحطها في الكيس او بخليها في الكيس كانت بتتبهدل وبتسوس وبتترمي في الزبالة فحرام يعني المل اكل حممكن ننكزها ب18 جنيه يعني العربة دي كانت ب18 جنيه او 17 جنيه يعني ما كانتش بفلوس كتير غير كده كمان او بالفعل خليت الدرفة نضيفة بصوا الدرفة يعني نضيفة بجد يعني لحد ما نضيفة الاول كانت بصوا دي بقى مش عايز اقول لكم توابل على مقارونا على روز على شعرية يعني بصوا هنا شربة خضر محدودة تمام كشري غير بقى طبعا ان هو اصلا حاجة وراحة للعين والشكل تحس ان الشكل منظم وتحب تتفرجها على الضرفة وهي منظمة كده واحدة بقى تقول لي انت نصابة اصلا وانت تستخدمي بتفضي كياس المقارونا في البتاع دي اول مش تشلها لأ لان اللي بيعمل كده دي حركة مش حلوة مش حلوة اللي انت تفضي الكياس علشان اصل الكياس دي تبقى محافظة على المنتج بتاعي يعني هي الشركة عارفة هي بتعمل ايه بصوا نقفل بقى الضرفة دي نفتح الضرفة دي اهي شايفينين الكياس اهي شليمة سليمة ولا مش سليمة شليمة هي تمام شليمة اول لما بتتفتح بقى ويتبقى شوية كده بقم حطهم على طول في المنظم التاني تمام عشان بس ايه تعرفوا ديها ماشية ازاي طيب نفتح الضرفة دي تاني ايه بس كده يا ربك ونا جاوبت على اسئلة بتاعاتكو وجيبي البرتوانات دي او جيبي العلب دي علشان بس الاسباب اللي انا قلتها عليها يعني في الفيديو هادي اسباب حلوة في منها طبعا اشكال كتير في منها ازاز الازاز طبعا احسد بس انا الازاز مجبتهوش لان ده الارتفاع ده كبيرا يعني ده محتوطة في حتة عالية فلو انا مثلا متسرع مثلا عايزة اللي سرع نصر بسرعة احطه عالزيت عشان الزيت سخن والكلام ده وهاجي اصير بسرعة ممكن ازاز تتكسر مني وانا اصلا ما بحبش امسك ازاز كتير فعشان كده جبت البلاستيك طبعا ده بيتعرضش الحاجة سخنة وكمان ما ينفعش تحتي في حاجة سخنة كمان انت بتحتي حاجات جرفة كده لازم يبقاش مبلول عشان لو انت بتخسليه مثلا وتبلو حديث الحاجات وهو مبلول كده ايه الحاجات كده كده عفلت خلاص فالفيديو كده خلص رب يكون عجبك الفيديو ويا رب تكون استفدت كمان وطبعوا لي الفيديوهات الجاية والله واي واي اشتركوا في القناة